السادة المشاهدين تحية طيبة لكم جميعا وكامل الاحترام حكمت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك في حكمها الصادري ضد حسين الشحات لاعب النادي الاهلي في واقعة تعديه على لاعب برامدز المغربي محمد الشيبي والحكم يقضي بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وألزمته المحكمة بمبلغ 101 جنيه تعويض مدني وأتعاب محامات وكان تعليق المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق أن حزين من المشهد نفسه الذي جرى في أرض الملعب وتصرف حسين الشحات واعتدائه الغير مبرر على اللاعب المغربي محمد الشيبي وحزني إذا حصل هذا المشهد من أي لاعب حتى ولو كان ينتمي للزمالك حماية لأهداف الرياضة المصرية وخاصة لعبة كرة القدم وأهم هذه الأهداف إمتاع نفسك وجماهيرك والمنافسة الشريفة مع فريق آخر وأحدهما يفوز بلا تعصب ولا عنف أما حزني الأكبر أن يتفرج الجميع ولا أحد يتدخل بين اللاعبين لفض هذا الاشتباك من يخطأ يعتذر علانية ومن حدث الخطأ في شخصه عليه بروح رياضية سمحة أن يتقبل هذا الاعتذار فورا وسيكبر في نظر الجميع لأنه عفا وكان يا قدر وهو ما تعلمناه من دننا الإسلامي بل من جميع الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح كلمة الأخيرة للسيد وزير الشباب والسيد السفير المغربي وللسيد سالم الشمسي رئيس نادي بيرامدز والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اليهلي إنكم تقدرون بمبادرة من اتحاد الكرة ودعوة السيد فوز رئيس الاتحاد المغربي ودعوته لحضور هذا اللقاء الأخوي أن تلم الشمل وينتهي هذا المشهد المخزي ويعتذر لاعب النادي اليهلي ويقبل لاعب نادي بيرامدز الاعتذار ويتوجه إلى محكمة الاستئناف ليتنازل عن دعوه ولقد وصلت الرسالة ليس لحسين الشحات فقط بل لكل الرياضيين الرياضة سموم وتسامح ومنافسة شريفة ومن يخرج عن أهدافها يكون ما حدث اليوم وكل يوم هذا نتائجه ومعنا من القاهرة الكابتن هشام صلاح لنتعرف على رأيه تحياتي للكابتن هشام تحياتي للإعلامية روز وللسادة المشاهدين طبعا استمعنا لتعليق سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الحقيقة تعليق كله حكمة ويريد جميع الأطراف يسمعوا كلام سيادته وتتحل هذه المشكلة اللي شغلت الرأي العام في الأقوناة الأخيرة الكابتن حسين الشحات لعب النادي الأهلي خد له حكم سانة مع عقاف التنفيذ نقول الحمد لله نعم مع عقاف التنفيذ النادي الأهلي بيقول حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة خمس سنوات وفي النادي الأهلي فسروا الحتة دي إن كابتن حسين الشحات يقدر يلعب مع النادي الأهلي عادي لكن ما يبقاش حاجة في إدارة كرة القدم لمدة خمس سنوات زي مثلا عضو مجلس إدارة أو أي نشاط إداري وإحنا عارفين كابتن حسين الشحات كان تعدى لفظيا وضرب بالألم اللاعب المغربي محمد الشيبي واللعب لجأ للمحكمة والقضاء العادل ولا تعليق طبعا على أحكام القضاء وجد غرام على حسين الشحات مئة ألف جنيه وواحد غير أتعاب المحامة والمصاريف الأخرى لكن طبعا حسين الشحات مليونير مايفرقش مع الكلام ده لكن لو عمل حاجة خلال الفترة القادمة وخد له حكم هيتنفز الحكم السنة يبقى حسين الشحات أول حاجة يخلي باله مايغلطش ثاني حاجة أوجه رسالة بقى لاتحاد الكورنتا السبب في اللي حصل لأنك ديت عقوبة هزلية لحسين الشحات في الإمارات اعتدوا على نفس اللاعب محمد الشيبي لعب الأهلي محدش عمل لهم حاجة للحكم ولا حكام الفار اتقررت المأساة برضو في مصر العقوبة هزلية على حسين الشحات إيقاف مطشين وغرام عشرين ألف جنيه عقوبة هزلية يعني فمحمد الشيبي لجأ للقضاء المصري العادل وبعدين اتحاد الكورة النهاردة أصدر عقوبات ضد اللاعب محمد الشيبي عشان يصعب الموضوع أكتر عقوبات اتحاد الكورة الظلمة على محمد الشيبي في رأيه الشخصي إيقافه ست مباريات وغرامة مئة ألف جنيه يبقى العمل الجريمة لما أخذ أنا أسف جدا سب الدين وضرب محمد الشيبي بالألم ياخد مبارتين إيقاف وغرامة عشرين ألف جنيه واللي لجأ للقضاء العادل ياخد عقوبة إيقاف ست مباريات وغرامة مئة ألف جنيه بحجة إنه لجأ للقضاء المدني في حاجة رياضية وإحنا عارفين إن الاعتداد ده حصل بعد انتهاء مبارات الأهلي وبرامينز أما تعليق حسين الشحات أكد إنه سوف يستأنف على الحكم اللوم الأكبر للتحاد الكرة هو اللي عمل الموضوع ده بالعقوبة الهزلية الأصلية على حسين الشحات تاني حاجة نسمع كلام بقى المستشار مرتضى منصور ونعمل اجتماع بين الأطراف اللي دعاها واتمنى يحضر كمان المستشار مرتضى منصور ويقود هذا الاجتماع ويتم التوصل إلى صلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي حسين الشحات يعتذر لمحمد الشيبي ومحمد الشيبي يقبل اعتذار حسين الشحات ونتمنى الموضوع يتلم على كده وينتيب خير ونتمنى اتحاد الكرة المصري يكون بعد كده في كل المواقف أقصر عدالة كل اللعبين سواسية كل الأندية سواسية مفيش نادي على راسه ريشة ولا لعب على راسه ريشة لأنه بيلعب في نادي على راسه ريشة بشكر كيروز وبشكر السادة المشاهدين وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الشكر موفر للكابتني هشام صلاحي الذي كان معنا من القاهرة